المفهوم ده لازم يبقى واضح ومهم جدا فأزهرنا كلنا انه زي ما بياخد لازم أدي الحمد لله رب العالمين أول ما نبدأ به اللقاء بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعمى حمدا به يجلو عن القلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دين والإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه أما بعد العطاء هو ثقافة ممارسة الإنسان لابد وأن يتعايش عليها لابد وأن يتدرب عليها ولذلك جميل ما تفضلت به حضرتك من أن الإنسان دائما وابدا في مقتبل الحياة هو يعني خلص تعود على مسألة الأخذ من الأب من الأمة هو في مقام أنه هو الرعاية إنما لازم بعد فترة كده أنه يدرب على مسألة العطاء بس دا كمان بيكون من مقام التدريب لابد أنه هو يرى أعطاء الأب والأم بالنسبة للآخرين يشوف الأب وهو بيعطي يشوف الأم وهي بتعطي يشوف الناس اللي حواليه وهي بتعطي علشان يكون دا أنموزج بالنسبة له يحتزي به والعطاء أستاذتنا الكريمة مش بس عطاء مادي إحنا دائما بنربط العطاء بالعطاء المادي إننا أد الإنسان فلوس أد الإنسان طعام أد الإنسان شراب لا العطاء أعمق من هذا بكثير العطاء قد يكون ابتسامة قد يكون مرعاه للمشاعر قد يكون محبة كلها أشياء معنوية يعني مش شرط بس العطاء بيكون في المقام المادي لا الإنسان حتى ولو لم يملك العطاء المادي فهو عنده عطاءات أخرى ممكن للإنسان أنه يعطيها ولذلك سيدنا أبو زر لما جاء لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فبيسأله سؤال كلنا بنسأله يا سيدنا النبي ماذا ينجي العبد من النار إيه اللي يخل الإنسان يبتعد عن النار ويدخل للجنة فسيدنا النبي قال له إيمان بالله جميل فسيدنا أبو زر يسأله يقول له يا رسول الله إن مع الإيمان عمل في مع يعني الإيمان بس فقط هو اللي بينجي ولا في مع الإيمان عمل قال له نعم هناك مع الإيمان عمل يرضخ مما رزقه الله تعالي شوفوا بقى أستاذ دعاء التدرج في مسألة بقى الإنفاق أو العطاء يرضخ مما رزقه الله يعني إيه الرضخ هو الإنفاق القليل الإنسان ممكن يعطي الزكاة المال ممكن يعطي صدقة بيعطي جزء إيه ياسر مش حيتصدق بالمال كله بيعطي جزء من هذا المال فسيدنا نبي يقول له أول شيء مع الإيمان ده إنك تقيه إنك تعطي مما أعطاك الله سبحانه وتعالى تنفق فسيدنا أبو زر برضو سأله سؤال منطقي قال له يا رسول الله أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به طيب إذا كان هو أصلا فقير إنسان فقير ما عندوش العطاء المد اللي ممكن يعطيه تعالي بقى أشوفه جمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أنا ما عنديش مدة ما عنديش فلوس بس ممكن يكون عنده ثقافة عند علم عند معرفة دي فهى إنفاق لأن دي نعمة كل نعمة فهى إنفاق مش المال بس هو اللي فيه إنفاق لا كل نعمة ربنا أنعم علي بها فيها إنفاق فإذا كان عنده علم أو ثقافة فينفق منها فبيقوله يأمر بالمعروف لما يشوف خطأ يقول لا بلاش تعمله كده يشوف حد بيعمل التصرف مش كويس لا بلاش تعمل كده ينصح فسيدنا أبو زر برضو مكمل مع سيدنا النبي يقول له يا رسول الله أرأيت إن كان عيي لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر العيي هو الذي لا يحسن البيان ما عندهش الأسلوب أو عنده اللسان اللي هو ممكن ينصح أو يوعظ به قال له يعني إن كان ما عندهش المقدرة على دي برضو قال له يا أبا ذر يصنع لأخرق هو ما عندهش مال ما عندهش معلومة ممكن يكون عنده فاهم بصانعة معينة بشيء معين بيصنع شيء معين فيروح لإنسان ما بيوجدش الصناعة الشيء ده فيعيه يعمله اللي هو الأخرق هو الذي لا يجيده صنع شيء قال له يا رسول الله شوف بقى سيدنا أبو ذر ماشي مع سيدنا النبي واحدة واحدة يا رسول الله أرأيت إن كان أخرق تبعيه إذا كان هو كمان ما بيوجدش صنع أي شيء هو كمان أخرق قال له يا أبا ذر يعين مغلوبة يعني يشوف واحد هو ما عندهش فاهم في صنع معينة ممكن يكون عنده بقى العضلات ممكن يكون عند القوة يشوف إنسان ضعيف يساعده اللي أشوف التدرج في العطاء الإنسان يعني لازم يكون عنده شيء معين ممكن أنه يكون متفوق يعني إحنا لازم يبقى عندنا عطاء مش العطاء بنتكلم على الفلوس لا في أي الفلوس مش مشكلة الفلوس في حاجات كتير جدا نمطل ننزل بالدرجات بس المهم إن إحنا لازم يبقى عندنا إحساس العطاء ده ترجمة نانسي قنقر